أتار الشيطان موزع العالم إلى قطع وممالك حطت شيطان لكل دولة وحطت شيطان لكل محافظة وحطت شيطان لكل مدينة وحطت شيطان لكل قرية وحطت شيطان لكل بيت وحطت شيطان لكل شخص إن مصارعتنا ليست مع لحمود يعني مش مع أعداء منظورين الحاجة اللي انت شايفها تعمل حسابها لكن ده انت بتحارب أعداء غير منظورة مش شايفها إن كانت موجودة واللي مش موجودة مش شايفه إن كان دخل عندك قط النوم ولا لا مش شايفه إن كان دخل عندك وانت في الكنيسة بتصلي ولا لا ده هو بيقتحم أي مكان ده جاء مع الملائكة وهم بيسجدوا في سفر أيوب مع الله ومسى الوسطهم ده جاء حرب المسيح يسوع نفسه هو متطاول يتطاول على كل شيء ومملكته مقسمة مقسمة إيه؟ مع رؤساء مع سلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر إيه الفرق بين الرؤساء والسلاطين سلاطين يعني ملوك الشياطين دول اللي بيصدروا الأوامر والرؤساء دول اللي بينفزوا الأوامر زي كده الملك ورئيس الجيش الملك مش بيحارب لكن بيصدر الأمر بالحرب واللي بيقوم بالحرب الجيش ورئيس الجيش عشان كده مع الرؤساء مع سلاطين مع ولاة العالم أتار الشيطان موزع العالم إلى قطع ومماته وحصول الإ 무대مالك حطست شيطان لكل دولة وحاطست شيطان لكل محفظة وحاطبت شيطان لكل مدينة وحطبت شيطان لكل قرية وحطبت شيطان لكل بيت وحطبت شيطان لكل شخص مملكة منظمة مقسمة وحسب القانة الروحية بحسب القوة اللي بتقوم ضدها ادي معنى كلمة مع ولاة العالم على ايه كل هدفهم ايه ظلمة هذا الدهر يعيشوا الدهر وكله في ظلام بس انتم مش في ظلام انتم نور العالم عشان كده مع اجناد بالاختصار ابليس ومملكته اسمهم اجناد الشر الروحية في السماويات يعني كلمة في السماويات في السماويات لان السماوات تلاتة سماء الطيور الاتكال يدي لك قلق وما تتكلش وتخاف من المستقبل سماء النجوم اللي هو الالتصاق بالشمس البر اني حاول يخليك تبعد عن ربنا اسمها سماء الجهاد سماء الملايكة التسبيح يخليك تتزمر وتقف ضد ده كله بيحاول الشيطان ييوقعني في خوفي من المستقبل بسماء الطيور في نفس الوقت القرب من المسيح يحاول يجيب الامور اللي تبعدني عن المسيح يسوع التسبيح يحاول يخليني اتزمر على الوضع والحياة اللي انا عايش فيها ادي معنى كلمة اجناد الشر في الروحيات ترجمة نانسي قنقر